نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ محمد الكميم المحلل العسكري والأمني اليمني ومن لندن ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية الدكتور فؤاد عبد الرازق أرحب بكم ضيفي الكريمين على شاشة الحدث أبدأ معك أستاذ محمد فيما يتعلق بهذه الكارثة البيئية وفقاً لوصف الحكومة اليمنية ألا يظهر ما حدث مع هذه السفينة تساهلاً من المجتمع الدولي ضد هذه الاعتداءات الحوثية المتكررة طبعاً والمساء الخير وتحية لك والمشاهد الكرام طبعاً التساهل واضح ومحاولة احتواء الحوثي بهذه الطريقة وبهذا التصعيد المنخفض شيء يعني معيب في حق المجتمع الدولي لم يستفيدوا من اتفاق السكرم عندما عطلوا تحرير الحديدة ولم يستفيدوا الآن من ما يجري الآن في البحر الأحمر من عربدة ومن استهداف لكل سفينة تمر من البحر الأحمر ومع ذلك ما زالت تعاطي ناعم وما زالت محاولة احتواء هذه الجماعة الارهابية مستمر وما زالت تصعيد المنخفض من قبل المجتمع الدولي مستمر يعني عجيب أن يتم الآن استهداف إغراق سفينة محملة بهذه المواد والنفاية السامة والأسمة الخطيرة وقبل قليل أيضا هناك استهداف لسفينة بريطانية أخرى أمام سوح المقام ومع ذلك يعني التعاطي ما زال دون المستوى يعني أنا أعتقد لو كانت جماعة إرهابية أخرى في العالم أو حتى دولة ذات سيادة وقانون كان سيكون مقفاء شد من هذا التصرف يعني كيف تعاملوا مع العراق وكيف تعاملوا مع طالبان جاء ناعما كما تقول ساذ محمد يا أخي الكريم المجتمع الدولي وكأنه يريد إبقاء هذه الجماعة في اليمن وكأنه يريد إدارة الأزمة وكأنه يريد فقط الحد من قدراتها لا يريد إنهاء هذه الميليشيات الإرهابية يعني هذه الميليشيات يشتكي اليمنيون منها منذ تسع سنوات وبالأصح منذ 20 سنة هذه الميليشيات مارست بحق الشعب اليمني كل أنواع الإرهاب في اليمن ومع ذلك لم يعيرونا أي اهتمام ولم يستمعوا لنا اليوم الحوثي يؤذي العالم ويؤذي مصالح العالم ويهدد بمزيد من المفاجئات وإيران اليوم تجرب كل أسلحتها في البحر الأحمر على الطريق الذرع الإيرانية وتفرض نفوذها الإقليمي في المنطقة وما زال العالم يتعاطى مع هذه الجماعة بأسلوب الاحتواء وبأسلوب عصاء سنفصل موضوع الأسلحة خلال هذا الحوار نعم دعني أشك بهذا الحوار ضيفنا من لندن الدكتور فؤاد دكتور فؤاد رحبك مجددا إلى أي مدى فعلا كما يقول ضيفنا من القاهرة التعاطي مع الحوثيين ناعم وليس بالجدي إلى حد ما ما رأيك؟ مرحبا أستاذ بصير أهلا بك أستاذ محمد في الواقع عملية التعامل الناعم له أسبابه وهنا القول يكون أسهل من الفعل لأن هناك أمور محددة تحكم هذه الدول خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وهناك أيضا العلاقات البينية بين الدول الكبرى هي التي أيضا تسهم في هذا النوع من التعامل وهو الذي يتيح للحوثيين أن يستمرئوا الواضع الحالي لأنهم يشعرون بأنهم مركز قوة قد جلبوا كل هذه القوات وعسكرة البحر الأحمر وبالطبع الهدف واضح وغير خفي أيضا الدول الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب يدرك أن وراء كل هذا إيران أن الحوثيين هم وكلاء لإيران كما يقال في جميع الأوقات ومن هنا التعامل العسكري يعني يأخذ شكل شبه منطبب بحيث لأن أي تجاوز أبعد من الضربات وتكثيف الضربات هو ما سنشاهده بالفعل ضربات أقوى خاصة التي تكون داخل اليمن رغم أن الكثيرين من الجانب اليمن يقولون أنها غير مجدية بدليل أن الحوثيين ينجح في توجيه الضربات وتوجيه ضربات نوعية وأيضا التطور كيف ونوع في الأسلحة التي بحوزاتهم من هنا إذا كان من تعامل فهجب أن يكون التعامل مع إيران وبطبيعة الحال ليس مع الحوثيين لأنهم ربما ينفذون أجندة معينة متعليلين كذلك بموضوع ما يجري في غزة وحتى هذا السبب ربما لا يروق للكثيرين غير متفاهمين في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم لا يرون ربطا بين هذا وذلك بدليل أنهم الحوثيين يستهدفون سفنا غير أمريكية وغير بريطانية في هذا الكل متضرر هناك أيضا الهبة التي حدثت في البحر الأحمر من وجود خطط وبوجود قوات موجودة من حيث مثل عملية حارس الازدهار وكذلك العملية الدرع الحديثة هذه أيضا ربما لو لم تكن موجودة لشهدنا خطرا أكبر مما يحدث فالأمر يختار وقت حتى عملية انتشار السفينة هذه أمر صعب لأنها محاطة بناحية أمنية يعني ربما لا تكون عواقبها صغيرة إذا ما تدخلت الدول لإنقاذ أو لقطر السفينة وإخراجها أيضا وعالجت موضوع التلوث الذي تحدثه السفينة أعتقد هذه مهمة دولية وأعتقد أن العالم كله سيهب لإنقاذ هذه العملية كما فعلوا مع السفينة الصافر أي كما قلت في الفداية قمت بأن القول أسهل كثيرا من عملية الفيال وقد تؤخذ الكثير من الاعتبارات في هذا الموضوع سيد محمد فيما يتعلق بالإنقاذ لهذه السفينة ما الذي يمنع ذلك من وجهة نظرك؟ أولا بالنسبة للحكومة اليمنية طبعا إمكانيتها ضعيفة جدا ولا توجد الحكومة اليمنية القدرة على عمليات من هذا النوع سواء على مستوى قطرها أو سحبها أو على مستوى انتشالها بعد غرقها أو حتى على مستوى عملية التطهير وإزالة ذلك التلوث هي بحاجة لأن الموضوع لن في مرمى المجتمع الدولي يعني هو بحاجة إلى إمكانيات كبيرة وبحاجة إلى موازنات يعني عملية تحتاج إلى تحرك دولي فاعل إضافة إلى أن الحوثي هو أيضا يعني هو أغرقها مرة يعني ضربها المرة الأولى وبعد تقريبا قبل أربع أيام تم استهدافها مرة ثانية بغرض إغراقها وبالتالي الحوثي يعني ما زال أيضا يشكل حتى لو تحركت أي يعني يعني معدات لمحاورة انتشالها سيستهدفها الحوثي يعني متعمد بشكل غير طبيعي لإغراق السفينة وهو يعلم علم اليقين أنها محملة بنفايات سامة وأسمدة خطيرة ومع ذلك تعمد إغراقها وكأن هناك يعني اتفاق على إغراق هذه الأسمدة أو هناك اتفاق بينه وبين يعني مجموعة من المافيا لإغراق هذه السفينة ودفن هذه النفايات في السواحل اليمنية وهذا مؤشر خطير على أن البحر الحمر وخليج عدن قد يكون مكب بحري للنفايات السامة في العالم بفعل الحوثي وغباءه الكبير نعم دكتور فؤاد فيما يتعلق بهذا الأمر الحوثيون كانوا أعلنوا طبعا يعني وفقا لما يقوله ضيفنا الأساد محمد وهنا نؤكد على أن من يحاول إنقاذ هذه السفينة سيتم استهدافه واشترطوا وصول المساعدات إلى قطاع غزة هل يمكن للدبلوماسية أن تأخذ حيزا في هذا الأمر تحديدا مصير السفينة روبينار في هذا الأمر تحديدا بعيدا عن استمرارية العسكرة والتصعيد في البحر الأحمر لا بد بالفعل من وجود مصار آخر غير المصار العسكري وهو المصار الدبلوماسي خاصة إذا ما تعلق الأمر بالبيئة لأن هناك خطورة أيضا من هذه المواد وستضر الجميع وتضر حتى اليمن في المقدمة وكذلك الدول المشاطئة للبحر الأحمر وفضلا عن الخسائل الاقتصادية الأخرى التعامل الدنواسي هنا كما قلت من قبل أن هذه خلولات صعوبة حتى في إمكانية استهداف عمليات الإنقاذ وعمليات التنظيف ولكن هنا كما قلت أيضا أن إيران هي مربط الفرص في هذا لا بد من أن تكون هناك قوة مؤثرة تقنع إيران بكبح جماح الحوثي كذلك هناك أيضا دور الروسي والدور الصيني ربما يجدون في بقاء هذه المشكلة مصلحة لهم لأنها تمثل نفوذا كبيرا وتمثل تأثيرا سلبيا كبيرا على الولايات المتحدة وهو ما يرونه فما لم يكن هناك علاقات بينية سليمة بين هذه الدول حتى لصالح الجميع لأن هذه المشكلة هي مشكلة عالمية مشكلة دولية لا تختصر فقط على الولايات المتحدة وبريطانيا والحوثيين وأيضا الحوثيون يدركون أن الجميع متضرر في هذا حتى على السعيد الاقتصادي بموضوع قناة السويس وكثير من الدول التي تتضرر من هذا أيضا هذه مشكلة بيئية لابد أن يهب الجميع لحلها المصار الدبلوماسي كما قلت حضرتك هو المصار الأمثل لحل هذه المشكلات حتى ولو ظل التعامل العسكري مع الحوثي قائما وأظنه سيظل قائما إلا إذا تخرجت الأمور عن نصابها ومن هنا يمكن أن نتحدث إلى حرب مفتوحة مع إيران وهو ما لا تريد الولايات المتحدة وبريطانيا الوصول إليه نعم أستاذ محمد فيما يتعلق بالحديث عن دعم الشرعية الحكومة الشرعية لمواجهة الحوثيين والحكومة دعت وفقا لعدة تقارير وتصريحات لدعمها حتى تواجه الحوثيين إلى أي مدى هذا الأمر يمكن تحقيقه وإن تم تحقيقه هل فعلا الحكومة الشرعية قادرة على رضع الحوثيين أخي الكريم أنا جئت من الجبهات العسكرية أنا عملت زيارة الكثير من الجبهات اليمنية وردت أجابة الميدي وأجابة مارب وأجابة الرسل الغربي ووجدت هناك مئات الآلاف من القوات المسلحة اليمنية وجاهزة ومدربة ومؤهلة وعندها الاستعداد القدرة هذا طبعا أنا باقي هناك جبهات الصعدة وباقي هناك جبهات الجنوبية والانتقالي ولوية العمالقة هناك تقريبا أربعمائة ألف مقاتل يمني قادرين على استعادة الدولة اليمينية وقادرين على مؤسسد المؤسس الجميع настолькоير�� لو لا الفيتو الأمريكي البريطاني على تحرير اليمن وإصرارهما على بقاء الحوثي في اليمن كأمر واقع وسياسي المشكلة أن العالم حتى اليوم لم يدرك أن الحوثي كالقاعدة وداعش متى أقنع سطعت أي دولة في العالم أن تقنع القاعدة وداعش بمنفهم السلام أو منفهم التعايش الحوثي نفس القاعدة وداعش تماما لا يفرق على الإطلاق ولكن للأسف الشيء أن العالم لا يدرك هذه الحقيقة يريد أن يتعاملوا مع الحوثي كأمر واقع وكجانب سياسي وهذا بعيد تماما عن واقع الحوثي الذي لا تقل أعماله عن القاعدة وداعش يعني مثلا اليوم ما يحصل في البعض الحمر يعني 1 إلى 2% من واقع الحوثي فيما يجري في الأرض اليمنية وما يقوم به من جرائم على الشعب اليمني سواء على مستوى التلغيم أو التهجير أو التفجير أو اكتحام البيوت أو التكميم أو السجون أو عمليات القتل والنهب والسلب وعملات التجويع والإفقار وبالتالي ما زال العالم ينظر للحوثي على أنه قوة سياسية وقابل للتطويع وقابل الاحتواء بينما لا ينظروا الماء يجري في اليمن ولذلك عندما يدركون هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الحكومة اليمنية كقوة قادرة على السعادة الدولة اليمنية بقوات المسلحة أعتقد أن المجتمع الدولي سيرى من القوات المسلحة ما تستطيع هذه القوات أن تعملوا فقط إما أن يكفوا أذاهم عن القوات المسلحة اليمنية والحكومة اليمنية أو يدعموها ويحشدوا الإمكانة لدعم القوات المسلحة والحكومة الشرعية لنسعيد الدولة ونجفف مستنقع الإرهاب من الأرض اليمنية بعيدا عن البحر الحمر كم تكلف حماية البحر الحمر تكلف مليارات بينما دعم القوات المسلحة لن يكلفهم ولا أربعة أو خمسة منية من ما ستكلفهم الآن عمليات التطهير دكتور فؤاد نعم واضحت الفكرة أستاذ محمد عذرني على مقاطعتك دكتور فؤاد فعلا ما الذي يمنع المجتمع الدولي فعلا من التعاطي ودعم الحكومة الشرعية لمواجهة الحوثيين الحكومة تقول بأنها قادرة على ردع الحوثيين إذا تم دعمها والسؤال هنا ما الذي ينقصها الأسلحة وما إلى ذلك يعني يمكن أن تدخل في اتفاقيات مع الدول وتمدها بهذه الأسلحة ولو على سبيل الدفاع عن النفس لأن الحوثي يسيطر على مناطق كبيرة من شمال اليمن ومراكز الرئيسية ولم نشد أي تحرك مضاد لها بحيث يؤثر قوة كل مكانتها وتكون قوة مؤثرة لردع الحوثيين هذا لم نشده الأمر الآخر هو المسألة التي تقبل الأمم المتحدة وأيضا تتفاوض مع الحوثيين ومن دوب الأمم المتحدة في اليمن يذهب إلى الحوثيين وتحدث إليهم فهذا دفع هذا المصار ربما تعطل بسبب موضوع الملاحة في البحر الأحمر ولكن ينبغي الدفع به بحيث يأخذ شكلا سياسيا لأنه لا أحد يمكن أن الحوثي هو مكون أساسي هناك فإذا ما تم الوصول إلى موقف سياسي أعتقد أن هذه الأزمة ربما تزول من خلال المفاوضات لحين الانتهاء من قضية البحر الأحمر فالمسألة تحتاج إلى تكثيف الجهود حتى من جانب الحكومة اليمنية ولا تكتفي بمجرد طلب المساعدة في هذا الأمر لأنها تريد نوع من الغزوات العنترية وهذا ما لن تفعله الولايات المتحدة ولا بريطانيا في مواجهة الحوثيين فالاعتماد على هذا الأمر يجب أن يتخذ نوع من العقلينية والموضوعية وأيضا الأمر الواقع في هذه المنطقة الحساسة فأعتقد أن العملية السياسية والتعامل مع الحكومة اليمنية هو أيضا مفتاح جيد للوصول إلى حل الماء هذا في ظل أن التصعيد العسكري هو أيضا مطلوب لمواجهة الحوثيين لأن الوقت سينفد وإذا كان الحوثيين يعتمدون على أنهم في وضع مستريح ويأمنوا العقاب فأعتقد هذا لن يستمر طويلا لأن مصالح ليست فقط الواقع المتحدة وبريطانيا ولكن العالم بأسره له مصلحة في هذه المنطقة جزيل الشكر لحضرتك كنت معنا من لندن الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية الدكتور فؤاد عبد الرازق وأيضا كنت معنا من القاهرة الأستاذ محمد الكميم المحلل العسكري والأمني اليمني جزيل الشكر لحضرتكم على كل هذه المعلومات والإضاحات ترجمة نانسي قنقر